مواقف متبينة حول مخرج البلاد من الأزمة تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة وتأكيد قيادة الجيش على الحل الدستوري لقي ترحيب بعض الأحزاب فتجمع أمل الجزائر نوه بالخطوة على اعتبارها الضامن للأمن والاستقرار وهو نفس الطرح بالنسبة لجبهة المستقبل مدام الأمر لم يخرج عن الإطار الدستوري إذا كان تكلمنا على تولي السيد عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة فتوليه انطلاقا من قوة القانون ومن قوة الدستور التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية طلائع الحريات حركة البناء جبهة العدلة والتنمية جبهة القوى الاشتراكية حركة مجتمع السلم وأحزاب أخرى تعتبر تولي بن صالح رئاسة البلاد وحتى بيان قيادة الأركان خطوة نحو الوراء وتجاهلا لمطالب الحراك مرة أخرى أظهر أنه يريد أن يضع الشعب الجزائري أمام الأمر الواقع وكل ما يقوم بهذا النظام يثبت أنه ضد الإرادة الشعبية وخاصة ما يدور في الشرع الجزائري هذه الأوينة بعض الأحزاب استنكرت أيضا تغير طريقة التعامل مع المتظاهرين خاصة وأن المسيرات ظلت في إطارها السلمية الجزائريين كسروا حاجز الخوف ولا يمكنهم الرجوع إلى بيوتهم دون أن يطمئنوا بأنهم سينتقلون إلى جزائر جديدة بإجراءات عملية وليس بمجرد الوعود فقط مدام أن المسيرات الدستور يصرح بها ويضمنها وبالتالي الأفافاس يندد بكل هذه الممارسات التي تمارس ضد الشعب الجزائري بيان قيادة الجيش عرج على ملفات الفساد بإعادة فتح القديمة منها وهو ما تراه الطبقة السياسية خطوة تثمن لكنها تبقى غير كافية هذا الشيء جيد يعني ونحن نشجعه ونسنده ولكن الذي يجب أن نؤكد عليه أن الذي يمنع الفساد ويمنع من وجود عصابة جديدة ويجعل الجزائر آمنة من الفساد هي المؤسسات بعد فترة قصيرة من الركود عقب استقالة الرئيس بوتفليقة تسارعت الأحداث خلال 48 ساعة الأخيرة في ظل التعارض بين الحل الدستوري والمطلب الشعبي الذي يقول البعض إنه فوق كل اعتبار كونه مصدر كل السلطات